أهلا بكم في تواصلنا السعرض معا في هذه التقطيع الخاصة للأحداث المتواصلة في السودان أبرز القصص والأخبار التي احتلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وحازت على تفاعل الجمهور بالتوازي مع الصراع المسلح الذي تدور رحاه على الأرض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هناك معركة قد لا تقل أهمية عنها معركة لا دماء فيها ولا يحصى في أرضها عدد القتلى والجرحى من نقابة الأطباء أو منظمة الصحة العالمية لأن الأسلحة فيها كلمات وأجهزة كومبيوتر وهواتف ذكية وتصريحات وتصريحات مضادة دعونا إذن نسميها حرب العالم الافتراضي وهناك من يسميها البروفاقاندا منذ بداية الاشتباكات في السودان لم يكن من الصعب ملاحظة المعارك الموازية في مواقع التواصل الاجتماعي بين معسكري حليفي الأمس لكن في الوقت الذي لا يمكن فيه الجزم في الكفة التي تميل إليها المعارك على الأرض يمكن قياس المعركة الافتراضية فلمن الغالبة إذن؟ لمعسكر البرهان أم لمعسكر حميتي؟ لعل القاسم المشترك بين المواد المنشورة في هذه الحرب الإعلامية وجود حملات من كل الأطراف تهدف لخلق حالة من الخوف بين الناس بنشر مواد إعلامية قائمة على التضليل أو على الأقل ترحي الحقائق برواية تخدم مصالح أصحابها معسكر حميتي مثلا تبدو له صولات وجولات كبيرة في هذه المعركة الإعلامية فبدأت الحسابات المرتبطة به وبقواته تبت بلغة إنجليزية واضحة منصورات تؤكد فيها أنها تقاتل الإسلاميين المتطرفين الذين يشنون حملة وحشية على الأبرياء وتقوم بالدفاع عن الديمقراطية بحسب روايتها وهو ما يؤشر بحسب المتخصصين على أن قوات الدعم السريع تستفيد من خدمات الخبراء في مجال الصورة والتواصل الإلكتروني وهنا يجب أن نتذكر الأخبار التي تحدثت في وقت سابق تحديدا في 2019 عن توقيع حميتي عقدا قيمته 6 ملايين دولار مع شركة علاقات عامة في كندا عام 2019 كما ذكرت وذكرته في هذه الفترة صحيفة جلوب الكندية ووفق مختبر دي اف آر للتدقيق الرقمي الأمريكي سخدمت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 900 حساب على تويتر يحتمل أنها حسابات مقرصة منذ كانون الأول ديسمبر عام 2022 لنشر معلومات عنها وعن حميتي وتدخيم شعبيتهم بشكل مصطنع على حد تعبيرها لكن ماذا عن الجيش؟ وكالة الأنباء الفرنسية رصدت حسابات عديدة غير موثقة تقوم بنشر بيانات لعبد الفتاح البرهان والجيش أقرب ما تكون هذه المنشورات إلى الدعاية المضللة بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية وتداولت الحسابات على منصات مختلفة مقاطع فيديو تشيد بالجيش لشنه ضربات جوية على مقارة لقوات الدعم والاستيلاء على كميات كبيرة من النقود من منزل حميتي وشن غارات جوية في شمال البلاد واتضح أن هذه اللقطات قديمة تعود إلى اليمن وليبيا حتى أن بعضها كان من ألعاب الفيديو وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بإغلاق موقعها الإلكتروني على الإنترنت وبث رسائل تقول أنها غير أخلاقية بحسب هذا البيان ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع ما ينشر من الموقع لأنه بات ملكاً لقوات أو للقوات المسلحة وما زاد من خطر التضليل في المعركة الإلكترونية تزامنها مع قرار هذا الرجل إيلون ماس قيام تويتر بتجريد حسابات من علامات التوثيق الزرقاء المجانية ومنها تلك العائدة رسمياً للبرهان وقوات الدعم وهو ما فتح الباب واسعاً لمزيد من التضليل ونشر الأخبار الكاذبة من هنا وهناك اشتركوا في القناة